اشتركوا في القناة وشريعته الربانية والحقيقة أنه لا توجد شريعة على وجه الأرض أعطت للإنسان كرامته وحريته كما فعلت الديانة الإسلامية والشريعة الربانية عموما فقد أكدت الشريعة على حرية الإنسان منذ خلقه إلى مماته لا ينزعها منه أحد من الناس وكما بيّن سيدنا عمر بن الخطاب ذلك بقولته الشهيرة نتستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارة فالأصل في الإنسان أنه حر في ماله واختياراته وسائر شؤون حياته وبسبب أن الدعوة الإسلامية إنما جاءت للبشرية كافة وبسبب عالمية الدعوة وأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام قد جاء رسولا لكل الناس فهذا الأمر قد اقتضى أن تصل رسالة الإسلام لكل الناس وبالتالي من وقف مانعا وحاجزا عن وصول رسالة الإسلام إلى الناس فإنه يحارب بالقوة ومن أراد المهادنة كان له ذلك شرطا يدفع الجزية مقابل بقاؤه على ما هو عليها فالإسلام مبني على الغايات النبيلة والأهداف السامية وليس المصالح الضيقة والأهداف المادية التي بنيت عليها كثير من الحضارات التي بادت ومضت غير ماسوف عليها في التاريخ وغاية الإسلام الكبرى هي نجاة البشر ووضعهم على الطريق المستقيم والقارب الآمن المتين القادر على إيصالهم إلى بر الأمان وقد حصلت معارك بين جيوش المسلمين والكفار عبر التاريخ منها ما كان جهاد دفع يدفع فيه المسلمون الأذى والعدوان عن نفسهم أو لتحرير بلد مسلم ومنها ما كان جهاد طلب وهو جهاد الجيوش الإسلامية في فتح الأمصار والبلدان لنشر دين الله تعالى وقد وقف عدد من زعامات الكفار حاجزا في وجه الدعوة الإسلامية أن تصل لشعبه وأبا أيهادنا المسلمين مقابل دفع الجزية فقاتل المسلمين فانتصر عليه المسلمون وقد كان ضمن الغنائم التي غنمها المسلمون نساء الكفار التي يطلق عليهم السبايا فمن هن السبايا؟ السبايا تطلق على الأسيرة التي تم أسرها في أرض المعركة بقتال أو بدون قتال فإذا قاتلت مع الرجال جاز للإمام أن يقتلها أو يسترقها أو تفدي نفسها ومن لم تقاتل لا يجوز قتلها وإنما تسترق وتصبح من ضمن السبايا والسبايا هن ملك اليمين فمن وقعت في سهمه سبية أصبحت ملك يمينه جاز له لاستمتاع بها دون غيره من الرجال وقد أمر الإسلام بإكرام السبايا والرفق في معاملتهن كسائر البشر وتوجد كثير من الكفارات التي جعلت من أجل تحرير من يسترق من النساء والرجال كما يستطيع العبد أو الأمى أن يكاتب سيده أن يتفق معه على دفع مال مقابل فدائه إلى جانبي أن هناك مصرفا من مصارف الزكاة لتحرير الرقابة وهكذا يتبين أن الإسلام قد ضيق الرق إلى أبعد الحدود وجعله محصورا في أرض المعركة ولعارض وليس لغاية أو هدف مادية من شاهد الفيديو حتى النهاية أثبت وجودك وضع تعليقك بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم وقل رأيك في الموضوع وهل لديك موضوع تود طرحه